من الممكن أن نقول أن مشروع الدين الإسلامي فشل وفشل فشلا دريعا كذلك مشروع الدين المسيحي وكذلك أيضا مشروع الدين اليهود هذه الأديان كلها فشلت فشلا دريعا في تحقيق ما وعدت به أيضا التلاحق الأمر مع عصورنا الحديثة وفشلت التجربة القومية التي ادعت أو دعت إلى نشوء قومية عربية وهذه القوميات كفيلة بتوحيد أممنا المتشتتة المتحاربة فيما بينها على طول الدهر هذا من جانب من جانب آخر لنا أن نقول أن هذه الأديان المسيحية والإسلامية واليهودية أديان نجحت نجحت في ماذا؟ هذا السؤال وإجابته سنتابعه بعد الفاصل فكونوا معي كما سمعت مصدقائي العزاء قلت بأن مشروع الدين الإسلامي المسيحي أيضا هو مشروع فاشل ولم ينجح لكنه نجح في الانتشار وفي جعل الجميع يؤمنون به لكنه فشل في أمر آخر مهم وهو السبب الذي جعله جعل هذه الأديان تظهر وتنتشر وتداعب وتناغي أحلام الجموع والشعوب التي آمنت بهذه الأديان والتي ظهرت تحديدا في المنطقة التي أسميها منطقة حوضي دجلة والفرات وحوض النين وسبب الفشل هو لا يكمن في الدين نفسه إنما الفكرة فكرة عظيمة فكرة الدين الإسلامي فكرة عظيمة هذا لا شك فيه فكرة الدين المسيح أيضا فكرة عظيمة ولكن المشكلة إنها مشاريع ظهرت في الزمن الخطئ وفي المكان الخطئ وبالتالي فإنها ظهرت يعني أو ظهرت أنها انطلقت من أفق خاطئ ووهمي في الأصل ماذا يعني بالأفق الخاطئ والوهمي يعني هذا أن أفق الإسلام أو أفق العروبة والعربية وأفق المسيحية والمانوية هذه كلها أفاق احتلت تاريخنا حرفيا أنها تاريخ تجاربنا وعلامنا ومعاناتنا ورحلتنا وسط هذا العالم البشري أولا والطبيعي ثانيا والأخروي أيضا ثالثا هذا الأفق هذا كله أسميه أو أعتبره رحم أسميه رحم النحنوية محاولة لأن يضم مجامي الناس الذين يتحدثون بإسمهم ويقولون نحن نحن العرب نحن الناس الذين نختلف عن الفرس نحن الذين نختلف عن الروم فهؤلاء نسميهم شعوب النحنوية التي كانت تحاول أن تمتلك ذاتها وتمتلك هويتها الخاصة بالتعبير الحديث وأنا أعتبر أن الهوية درجة لم تصل لها شعوبنا حتى يومنا هذا بدليل أننا لا نمتلك هوية أبام الآخرين الآخرين ما زالوا مرتبكين ولا يعرفون أن يحددون لنا الهوية الواضحة التي تقدر أو تصفنا بشكل دقيق الهوية الذي الآخر يقول هذا هو أي أنه مختلف عني فأنا أو هو فأدما أنا أمتلك هوية هذه الهوية ليست صادرة من عندي بضرورة إنما صادرة من الآخر الذي يصف الذي يضع لي هوية خاصة ببناء على صورة صورتي المنعكسة لديه بالتالي هذا الأفق الذي انطلقت منه هذه الأديان أو هذه التجارب التي حاولت أن توحد كعوب هذه الأحواض الثلاثة حاولت أن تشكل رحم خرجت من رحم هذه النحنوية التي يآصفها وهذا الرحم المتصور يعني ومثل غيرها من الأرحم بالضرورة فكانت هناك مراهنة على أن هناك هذا على أن هناك إمكانية أن يتشكل هذه النحنوية الشعوب الأخرى راهنوا على أشياء أخرى راهنوا مثلا على الأخلاق خاصة عند شعوب الشرق الأقصى الكونفوشية وأيضا التاوية ديانات الزين التي هي خريط من الكونفوشية أو الديانة اليابانية الأصلية والبودية القادمة من الهند أو من التبت هذا فنجحة هذا الشعوب في أن تستمر بطريقة ما ونجحة أيضا في الانزال عن العالم بطريقة أو بأخرى وكانت الحوادث الحروب في دائب لديها أو الإشكالات ليست بالدرجة التي حدثت لدينا في هذه المنطقة هناك شعوب وأمم اعتمدت على العقل ومنها الشعب اليوناني واستطاع أن ينجح في العبور ويشكل له هوية خاصة نحن اخترنا النحنوية أو أن ننظم بطريقة قطعية لبعضنا وكان هذا هو رهاننا رهان الآخرين أنتج لهم حضارات مختلفة اليونانية أنتجت بعد ذلك العقلية أنتجت الرومانية وبعد ذلك الحضارات الغربية وانتجت مدارس لأولها والآخر الرواقية الأبيقورية الفيثاغورية الديكارتية بالأصور الحديثة قبل قبل الصقراط الحكمات ثلاثة الطبيعيين فلاسفة الطبيعيين وبالأصور الحديثة الهيجليين الماركسيين الشتراكيين الرئيسماليين يعني طلعت مدارس وكلها مدارس يعني كانت سيرورة تاريخية عظيمة لهذا مسيرة هذا العقل ويعني توسطتها الديانة المسيحية وأغلغت على أوقفت حركة هذه السيرورة تقريبا على مدى ألف عام حتى عادت للاستمرار لها طبعا الهندوس راهنوا أيضا على الدارما والكارما وعلى نمط آخر من الأرحام التي استطاعوا من خلال تكوين هويتهم وعليه فأن القول نحن الأمم الوحيدة التي ما زالت عصية على التغيير وعصية على على أن تكون على أن تتوحد في هذه المشكلة وعصية على أن تراجع أخطاها والمواجهة ذاتها ولا 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 تسمح للآخر أن يراها أيضا لأنه الآخر دائما نقول لأننا أدياننا كاملة ولن نحتاج إليك بل نرفضك تماما وكل ما نريد منك أن أن تسخر لنا أن يسخر الله لنا ما استطعت استطعت اكتشافه والوصول إليه النقطة الثانية يدي أقولها بأن المسألة هي ليست أنا ضد الإسلام أو مع الإسلام إنما المسألة هي ولا ضد العقل أو مع العقل إنما هي في اكتشاف أفق السردية الكبرى التي ولدت لنا أولادها وأحفادها المنتسبين لها بالضرورة ونحن منها هذا يدعونا أيضا التساؤل لماذا العالم كله يتغير ونحن لا نتغير بشكل جوهري نتغير شكليا ملابسنا أشياءنا الواقع الخارجي لكن نحن جوهريا وثقافيا باقيين كما نحن والسبب أنا برأيه هو أننا لم نخرج من نحن هويتنا لإمتلاك هويتنا ما زالت هويتنا بالتالي هوية مضطربة غامضة ملتهبة إلى حد محاء معالمها وأرى كما قلت الهوية أنها هي منحة الآخر لك هي صورتك التي تنعكس في عينيه أنها مرآتك في عين الآخر كما أرى لو حاولنا معرفة هذه الهوية سنجد فيها ليس رأي الآخر فينا إنما ما خلفته حقيقتنا فيه نحن بهذا الصور خلفاء نحن هويتنا يعني نحن خلفنا حقيقتنا فيه لكن بالتالي أصبحنا خلفاء ما نحن هويتنا أو ما نسميه أو ما نسميه إسلامنا أو عربيتنا أو تقاليدنا وخصوصيتنا الشرقية تحديدا والسبب هو لماذا؟ هو أننا لم نصبح دولة يوما ولن نصبح دولة أبدا هذا رأيه فالسبب هو لا توجد لدينا مقومات دولة أصلا وحدودنا وهمية شكلية اعتباطية حدود ذواتنا أيضا اعتباطية وغامضة لا نعرف ما هي جانبنا الفردي أين جانبنا الجماعة أين مع من نحن عندما ننتمي إلى جماعة أيضا الجماعة متخيلة لا نستطيع عن يعني لا نستطيع أن ننتمي إليها إلا بطريقة منافقة وغير حقيقية وغير صادقة غالبا طبعا ندعي أننا نحن متوحدون لكن الواقع يقول أنه لا يوجد أي مظهر من المظاهر التوحد فيما بيننا حتى على مستوى البيوت الشخصية تجد البيت من الداخل نظيف لكن الشارع الذي يقف الذي أمامه مليء بالقادرات أو مهمل ويفتقر إلى الخدمات وهذا مظهر من مظاهر عدم استطاعة جماعة المؤمنين على التعاون وتوزيع الأدوار وتخسيم العمل بشكل منظم على الأقل قد يبدو هذا المثال بعيد عن الموضوع لكن أو 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 ليس دليلا لكن لا بالعكس هو دليل قوي وكبير جدا لأن أبسط الشاهية تدل على أكبرها أكبرها والسبب هو هاي النحن هوية كما قلت أننا ما نستطيع تكوين هوية متواسكة أو في عين الآخر ولم نستطع تكوين نحن وية متماسكة في عيوننا أو في بين أنفسنا كلنا ندعي بأن الآخر هو الذي سبب التفرقة وأن علينا أن أن نتوحد وأن كل المشكلة هي في التدخلات الصاريجين وأحنا كل الصح كل واحد من عندنا يعتقد أن الآخرين كل مخطأ وهو صاحب الحق الوحيد قلت أنه سببنا بالتالي أننا نستطيع تكوين ذاتوية لصحة التسمية أو نحن وية متماسكة أننا نستخدم أيضا هاي صيغة نا دائما بكثرة ويتشير إلى ما نسميه نحن أو نا بالمعنى نا جمع أو نحنوية لكن هذه نحنوية ليست موجودة في الواقع إلا في اللغة أو أي في التصور أي بالتحديد في الوهم والأوهام وما ينتج عنهما على مدى مئات السنين لهذا نحن من أشطر الناس وأكثرهم مهارة في صناعة الأوهام والعيش والحياة عليها بل والمقاتلة والقتال بإسمها وحتى نحن ربما نمارس الجنس وننرد الأبناء والأحفاد بإسم هذه الأوهام نفسها وعلي يقول بأن هذه النحنوية لم تتشكل بعد وما زلنا نقاتل من أجلها منذ ثلاثة علاف عام وأرى أنها لن تتشكل أبدا كما قلت فلا شيء يساعد على هذا على الإطلاق والسبب أنا يقول جغرافي وأيضا لغوي وأيضا السبب الثالث معرفي أو عقلاني أو عقلي والجغرافية لو نظرنا لمنطقتنا كما أقول سنجد أنها مفتوحة تقريبا وعلى بعضها بشدة وفي الوقت نفسها هي محاصرة بين ثلاثة أقاليم من الشرق الجبال وعرة جدا لا يمكن عبورها بسهولة الجبال الزاقروش وفي الشمال أيضا لا يمكن عبورها بسهولة فهنا هذه المنطقة فيها شعوب الغرب دجلة وشعوب الفرات جنوبه وأيضا شعوب التي تعيش في حوض وادي النيل وفي الأسفل تجد الحجاز ونجد والإحساء وبعد ذلك تأتي الربع الخالي واليمن هي أيضا اليمن جزء تعتبر متابع لهذه المنطقة لكنها معزولة أيضا هي منفتحة شبه معزولة عن هذه المنطقة لكنها تبقى يعني ليس خلفها الشيء إنما مجرد فقط المحيط الهندي فبالتالي محسوبة على هذه المنطقة يضا وهنا ظهر الإشكال الكبير للشعوب هذه المنطقة كل وهذا البدأ منذ ثلاثة آلاف عام تقريبا وبدأت بظهور دولة امبراطورية كبيرة من آشور وسبب ظهور هذه الدولة هو اختراع العربات وتدين الجياد وإدخال أو استيراد البعير والنوق من شمال باكستان ومناطق التي كانت واتبت أيضا لين تنتشر فيها الجمال فدخول هذه الوسائل النقلة الجديدة والمروضة حركت الاتصالات والتعارف بين الشعوب المنطقة وهذا أدى إلى التفاعل بين الناس الموجودين في هذه المنطقة وبينهم وبين البلدان الشعوب الأخرى لكن الذي تميزت بهذه المنطقة بأنهم يشعرون بأنهم مشتركين يعني يشعرون بأنهم يعيشون في بيئة في جغرافيا شبه متماسكة ومنفتحها على بعضها فكان بالضرورة أن ثقافاتهم تتلاقح وتتشكل بعد ذلك ثقافة شبه موحدة لغات أيضا متقاربة مع بعضها ومؤتقدات أيضا متقاربة مع بعضها الذي زاد من حاجة الذي عبر عن حاجة الناس إلى التوحد وتشكيل دولة موحدة بينهم هو اكتشاف أو اختراع الأبجدية الفينيقية كان هذا الاختراع يعتبر هو وما زال يعتبر من مؤجزات هذه مؤجزات ومنجزات هذه مقاربة أو تشابه الطريف فالمؤجزات والمؤجزات هذه كانت كبيرة لكن أنا أعتبرها كان من أكبر المحاولات التي ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم اختراع خطير وثمنة ما زلنا ندفعها حتى اليوم لأنه كان يحمل أول محاولة فكرة أول محاولة للتوحيد شعوب المنطقة من خلال التوحيد الخط والكتابة وبالتالي الثقافة المشتركة يعني زادة من فرصة التواصل بين السكان المنطقة لكن كلما المشكلتنا كلما زادة التواصل بين السكان المنطقة كلما أصبح من الصعوبة أن يتوحدون فيما بينهم وما يؤدي إلى ازدياد حجم الخلافات فيما بينهم أيضا وهذا اللي يؤدي هذه المحاولة الابتكار اللغة موحدة كتابة موحدة وأبجادية موحدة هي كما أول محاولة التوحيد والتواصل بين سكان المنطقة وأقول سكان المنطقة وليس شعوب وطبعا هذا الكلام يعني ما لدي بعد ذلك أشرح لماذا أقول سكان ولا أقول شعوب طبعا عربيا أو آراميا نحنويا أيضا شكلت اللغة العرامية في فترة مبكرة لغة العالم القديم والبفارقة هي أين أن هذه اللغة لم تنجح في أن تكون أو تشكل دولة لا تصبح لغة دولة بعينها أصبحت لغة عالمية مؤتمدة عند الفرس وعند حتى الرومان في زمنهم لكنها بقت مجرد ثقافة لم تصبح حضارة مكتملة بوجود دولة كانت مجرد أداة حضارية خطيرة جدا لكن ليس أكثر من هذا وبدليل أنه مجرد أن أتت لغة أخرى سيطرت انحسر دورها وكثيرا فهيمنت اليونانية على حسابها المدة ألف عام بفضل كونها لغة دولة وحضارة أيضا وهنا ظهرت مشكلة أو خطورة الإشكال يعني الجغرافية التي تعيشها شعوب المنطقة وهو استحالة تشكيل سلطة أو دولة متماسكة في هذه المنطقة لأنها كما قد مناطق مفتوحة لبعضها ورغم أنها تمتلك ثقافة مشتركة عظيمة ولغات متقاربة لكن لا توجد أي دولة ماذا حصل؟ حصل بعدها هذا منذ الألف الثالث قبل الميلاد الألف الأول قبل الميلاد حتى يومنا هذا صراعات حائلة بين جميع الأطراف اللي فرسلتت أحدهم على الجميع يعني غزة عاشور وكذا ومصر حاولت قليلا بابل حاولت أيضا خاصة في فلسطين ها كانت هي ممر ممر الصراعات كلها بين الجميع ممر إجباري لا لا فكانت صراعات كبيرة جدا بهذه المنطقة الممكن أعتبار القدس هي قلب هاي المنطقة النابل وما زال ينبض طبعا بمناسبة على جميع السؤال يعني لغة وفكرا وواقعا وتاريخا وتصورا يعني طبعا ولا يعني آآ قلب المنطقة نابل معنا سياسي طبعا هي المنطقة بيأكملها كالأحواض الثلاثة دجلة ورفرات والنيل هي تعتبر هي رحم العالم آآ الأكبر وما زال ما زال دورها كبيرا جدا وما زال أيضا العربي الذي يظهر في هذه المنطقة اللي يعتبره هو العربي الشخص الذي لا ينتمي لأي من الوبراطوريات محيطة بهذه الأحواض الثلاثة هو الشخص دائما لا يهرب إلى الشرق هي هذه المفارقة لا تجد الشعوب المنطقة منهم من يتجه إلى الشرق أي باتجاه إيران وإفغانستان وغيرها دائما يتجهون إلى الغرب من أيام إبراهيم الخليل حتى كلمة عرب هي نفسها تعني كلمة الغربي أو الغرب بطريقة أو بأخرى كما قلت أن المشكلة هي لماذا نرى أن تتوحد هذه الشعوب السبب هو أن هذا المفتاح الكبير فيما بينها هو الضغوط من المناطق المحيطة يعني الدول المحيطة بالشعوب الأحواض الثلاثة هذه الدول كبيرة وعملاقة وتستطيع أن تتشكل بقوة وتنعزل يعني مثلا الدولة العلامية أو الساسانية قبلها هذه الدول دائما تصبح متماسكة أكثر من مناطق الأخرى بسبب جغرافيتها اليونان مثلا التماسكة صحية مدن لكن تبقى نوع من الشكل العام موحد فيما بينها فيما بين شعوب هذه البلدان وحتى مثلا عندما نيجي على الثينا أو اسبرطة تجد أن كل منطقة إلها وضحها خاصة ولا تحتاج الآخرين لكن شعوب هذه المنطقة خاصة من أحواض الثلاثة كما يسميهم توينبي المؤرخ توينبي هي شعوب تحتاج سيطرة مركزية لكن سيطرة مركزية لا يمكن حصولها هنا المشكلة يعني تلأس التوزيع المياه وقامة السدود والنواء تنظيم الرأي وما إلى ذلك هي تحتاج سلطة مركزية حازمة جدا هذا ولد صراعات لكن لم تستفر عن شيء في النهاية ولم يستطع هذا وظهرت الأديان كنوع من محاولة لمعالجة الموضوع الإسلام هو حل يعني نوع من أنواع الحل ما زال هذا الحل ناجحا في التشار بين الشعوب المنطقة لكنه لي منجح في توحيدها هي هي المشكلة هي فكرة الله نفسها يعني لبادة الله الموحد الواحد هي هي هاي الفكرة نفسها وعلي أقول أن فكرة الإسلام والأوروبا هي فكرة عظيمة جدا لكنها لا تتحقق أبدا مو لي أنه هي فكرة سيئة لالية أو ضعيفة بل لأنها عظيمة وهذا السبب أيضا بل عظيمة جدا وأول سبب كما قلت أنه لم تجد الأرض المناسبة لها ربما في إفغانستان إسلام مناسب أي فكرة لأنه منطقة محصورة وممكن للعالم أن يستغني عنها مثل ما تركها الآن يعني لأنهم قاعدين من وسط الجبال مناطق باردة ووعرة جدا وممكن تجاوزها وممكن عدم المرور بها وانتهي الموضوع هذا اللي أدى إلى الإسلام كما قلنا نجحة في فرض نفسه على الشعوب المنطقة ولكن نجحة في ماذا؟ نجحة فقط بالقوة لكن القوة الواحدة لا تكفي والشعوب قبلت بهذا الدين أيضا لكنها بعد ذلك بدأ كل يتحدث باسم هذا الدين ويقول أنت هذا الدين الصحي ودينك الخطأ فرجعنا نفس الفكرة وما زلنا حتى يومنا هذا مارين بهذا المأسا والسبب كما أرى أن هذا الحل العربي أو الإسلامي لم ينطلق من الأرض إنما من الوهم أو التصور أما الأرض نفسها فكما قلت لم تساعد على التفاعل مع هذا الوهم فهي نفسها أرض رجراجة ويفسر أن لماذا نجح الأغريق فيما فشلنا نحن نجح الهنون فيما فشلنا فيه نحن في تشكيل الدول على الأقل والصينيين، اليابانيين، الأمريكان، الروماني، الإنجليز، الإيرانيين، الأتراك كلهم نجحوا فيما فشلنا فيه نحن على مدى ثلاثة آلاف عام وأعني نحن سكان الأحوال الثلاثة وأيضا شعوب أو مناطق شمال أفريقيا محسوبة علينا أيضا لأنها هي حدوثة هناك أيضا من هناك تطلع على المهيط الأطلس مهم شكرا وهذا الموضوع راح بعد ذلك أقدم لقراءة دقيقة في الجزء الثاني وتفصيلية أكثر بكثير مع تقديم أدلة موسعة حول الموضوع ومدعومة بالخرائق والوثائق الدقيقة موسيقى 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 موسيقى